كل اللي عايزة تعرفي عن تسمين البط المسكوفي او المولر او البط السودري ايا كان نوعه البط اللي انت هترب به وانت النهاردة ان شاء الله هنتكلم في تربية البط وازاي تسميني ويوصل للمرحلة اللي حضراتكو شايفينها دي طبعا لاحظت طول الفترة اللي فاتت متابعين كتير جدا عندي على القناة وناس كتير جدا حابة ان هي تعمل مشروع البط كمشروع وكمان ان هي تعمل منه كدخل انتاج لها للبيت طيب ازاي نوصل البط المسكوفي الاعلى او زان ازا كان مسكوفي او مولر لان اغلبية كل المتابعين اللي كلموني كان عن البط المولر والمسكوفي تمام طيب وكمان ازاي نعرف البط المسكوفي من اي انواع تانية عشان ما يحصلش غش من التاجر وازاي نهتمي بيه علشان برضو ما يحصلش مشاكل خلال دورة التسمين طيب اهتني كمان عندنا كمان المزايا وكمان العيوب وكل حاجة تخص البط المسكوفي اول مرة هنتكلم عن كل حاجة خلال حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا من البداية للنهاية لو حابين تكملوا معايا الفيديو ياريت لو اول مرة تشوفيني وتسمعيني تحط لايك للفيديو وكمان تشترك في القناة وكمان تفعلي الجرس عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام دايما طبعا تسألتوني كتير جدا عن البط المسكوفي وكمان ربنا مع بعض وكمان نزلنا منه كذا دورة معانا على القناة خلاص وكمان دبحنا منه على شهر رمضان اللي فات وهنتبح منه ان شاء الله على شهر رمضان دوت طبعا عاوز اقول لكم ان تربية البط المسكوفي من الحاجات الجميلة جدا في التسمين خلاص وكمان في الطعم وكمان هيلة كمان في تحميل الاوزان خلاص كده طيب لو حابين رب النوعية دي كمشروع مثلا تجاري ماشي لو حابين تربو للبيت عدد بسيط كده برضو ماشي بس ملحوظة مهمة جدا 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 خلاص احنا تكلمنا عن التوفير ازاي ان احنا نوفر البط وازاي ان احنا ممكن نستقبله بدون اعلاف وازاي ان احنا نستقبل باعلاف هقول لكم النهاردة الطريقة السليمة الصحيحة اللي زي يعني زي ما بيقولوا كده زي ما بالكتاب بيقول لازم ان احنا نمشي عليها او نفترض ان احنا نمشي عليها بس طبعا في ظل الغلاء الغلاء بتاع الاعلاف كلها الايام دي فطبعا يعني الله المستعان احنا بنحاول كل مرة نطور من نفسنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخفف التكلفة بتاعة البط علينا وكمان الاكل بتاعه خلاص كده طيب ايه هي الملحوظة بتاعتنا النهاردة طبعا الملحوظة بتاعتنا النهاردة ان البط دوت اساسه العلف يعني ايه يعني تقعد يتأكل فيه فترة كويسة علف ممكن من شهر من يوم لعمر شهر او من عمر يوم لحد الشهرين والله لو تقدرين انت تأكلي مدة الشهرين ما فيش اي مشكلة يبقى جزاك الله كل خير تمام كده مش هتقدري هتعملي طبعا اول شهر علشان كده طبعا احنا هنا علشان ليه بقى احنا من أكل لمدة شهر او شهرين علشان يفتح معاك والصدر بتاعه كده يشيل علي اعلى اوزان معاك وتتلاقي ما شاء الله بدأ انه هو يشيل معاك وزنه وده انا للي انا اتكلمت فيه من فترة وقلت لازم تأكله من عمره يوم لشهر كامل اولا اربعين يوم لو تقدره علف ناعم تلاتة وعشرين في المية علشان البط يقفل معاك وكمان يشيل معاك اعلى وزنه طيب ناس كتيرة جدا قلت لها مشاهد انت قلت كذا ورجعت قلت لنا اكلوا كذا وكذا 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 وبدأ ايوة انا قلت دا وقلت دا انا قلت الاعلاف للناس اللي هي عاوزة تربيب اعلاف وقلت من غير اعلاف وبدون اعلاف واحنا نقدر نربي بدون اعلاف للناس اللي مش قادرة ان هي تشتري اعلاف اح فيه ناس كتيرة جدا تقدر ان هي تربيب علف فيه ناس تانية ما تقدرش تجيب حق 3 كيلو علف فاحنا لازم نوستانها يعني لازم نمشي امورنا اذا كان هنا او هنا والله انا بقعنا علي ان انا بقولك الطريقة وانت حضرتك بتختاري الطريقة اللي انت عاوزة تمشي بها ده الخلطة اللي عاوزة اقول لكم ان انا تقريبا يعني بمشي عليها على طول من الشهر التاني يعني مع العلف بحط من الخلطة دي والعيش وبوائل هي الرز اللي بتبقى المطبوخة عندي بحط من الخلطة دي جميلة جدا جدا تمام فيها نسبة كزب فيها رضة فيها علف جواها كسر فول جواها كل حاجة احنا يعني نعتبر كده خلطة تسمين طبعا علشان تعمل شكارة من الخلطة دي دلوقتي الله المستعان هتكلف كذب من 500 جنيه تمام طيب الشكارة دي بكام يا مشاهد الشكارة دي بيمتنه 70 جنيه احنا بنجيبها كده خلطة على بعضيها ونبدأ ان احنا بقى عاوزة تزويد عليها اي حاجة انت عاوزة تزوديها ما فيش اي مشكلة عاوزة تزويد عليها عيش رز خضار مسلوء بطاطا اي حاجة انت عاوزة تحطيها للبط ما فيش فيها اي مشكلة عاوزة تزويد عليها نسبة علف 21 برضو في المية ما فيش عندي اي مشكلة خلاص نرجع تاني ليه كلامنا يعني تقعودي كده فترة كويسة تأكليها علف علشان يفتح معاك والصدر بتاعه يفتح ويشيل اعلى اوزة طيب نأكله علف من امتى الامتى هقول لك اهوات حاضر من عمره يوم لحد 18 يوم او عمر الا 40 يوم او عمره شهر 30 يوم تقدر ان انت تأكليه علف بيأكل علف بادي 23 في المية او ممكن كمان ل 20 يوم علف بادي 23 في المية وبعد كده بتغير البادي الى النامي وبتستمر على العلف النامي لعمر 45 يوم تمام كده وبعد كده بتستمر كمان لعمر 50 يعني كمان ممكن تحبي او ممكن ان انت كمان تستمر يعني لعمر الشهرين يعني ما يقفل معاك شهرين بالزبط يكون افضل كمان خلاص كده بعد كده طب العلف غالي والدنيا كلها غالية بس هو ده تسمين البطن المسكوفي او المولار عموما لو انت عاوز تسميني او اللي انت عاوز تعملي كمشروع طبعا لو هتعملي مشروع فعليك بالاعلاف علشان تاخدي اعلى اوزان ففترة صغيرة جدا وكمان يشيل معاك وزن عالي ويكون الدورة بتاعته تخلص بسرعة ما تتكلفش معاك ويكبر يبقى الوزن بتاعه ضعيف فانت عشان كده بحاول بقدر الامكان ان انت تكلفي بس بعد كده وربنا هيرضيك طبعا في الاسعار بتاعتهم وانت بتبيع طبعا المقتدر يقدر ان هو يسمين بالعلف من اول يوم لاخر يوم لما دورت التسمين بتاعته تحصل ثلاث شهور ونص يعني تقدر تتباح منه على ثلاث شهور ونص وكمان على شهرين ونص ما فيش اي مشكلة خلاص لكن طبعا مع الغلب بتاع العلف وان احنا كمان ممكن يكون متوفر عندنا بدائل ايه هي البدائل اللي ممكن تدخل بدل العلف ونقلل العلف بالتدريج بالتدريج انا قلت بالتدريج علشان ما ينفعش ان ان انت تبطقي العلف خالص او ان انت تحرق العلف من البط خالص بعد كده تخش في موال بقى افتراس وتساقط في الريش ويبدأ بقى يسقط معاك في ريش ويبدأ ان هو ياكل في بعضه ويعمل في بعضه لا احنا مناش عاوزين كده خالص احنا عاوزين نحط بدائل وفي نفس الوقت برضو نتلاقي البط بيكبر معانا تمام كده تمام طيب ممكن يدخل البدائل زي ايه طبعا العلف ونقلل بالتدريج حتى كمان ان انت بتسمين البط خلاص في الحالة دية البط ده هيقعب معاك لعمر اربع شهور يعني لما انت هتدخلي بدائل بدل ما انت هتتباحي على تلاتة ونص او شهرين ونص لها هتتباحي على اربع شهور وهيكون وزن الدكر معاك ما يقلش من سبعة من اربع كيلو لتمانية كيلو يعني وزن عالي جدا 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 يعني شوفوا قعب معاك ودورة كاملة يا سلام بقى لو انت قعدت كمان لست شهور ما شاء الله عليه هيكون كمان اللحم بتاعه استوى وبدأ ان هو كده الجسم بتاعه شد وعظمه نشف ما شاء الله اللهم باركوا هتلاقي كده حاجة جميلة جدا زي اللي موجودة عندي على السطح انا ما بتبحش من البط ده جماعة قبل ست شهور اي نوع بط ايا كان انا بربيه ما بتبحش منه قبل ست شهور ما حدش يقول لي شهرين ونص او تلاتة او اربعة الكلام ده كله ما بيفرقش معايا انا بحب يا ربي تربيت البط برحتي بحب حتى لو العدد بسيط حتى لو هم عشر بطات ما فيش عندي اي مشكلة بس اكون واسقة ان لحمه مستوي اللحم بتاعه مهوش طاري لسه اجاكله اقرف منه او كده او اتلاقي اللحم بتاعه لسه ماشتواش لأنا عاوزة كده حاجة تكون بتعمل بلدي حاجة جميلة اما اجاكل منها اكون فرحانة اكون مبسوطة